السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوارات النهاردة ان شاء الله هقول لكم على طريقة جميلة جدا تفتحي بيها الحمام وتجهزيه للحشو وهقول لك كمان على حاجة بسيطة جدا هتخلي الحمام بتاعك مايفرقعش بسهولة في الشربة لما بتجد سلوئيه وكمان ياخد كمية رز اكتر من الكمية اللي انت بتحطيها المعتادة هنبدأ بسم الله طبعا اهم حاجة تعيدي على تنظيف الحمام حتى لو جالك متنظف جاهز بالشكل ده لان بيكون في اماكن كده فيها ريش تغير مش باين وتبقى تحت الجناح كده وفي الاخر من الحمام وكمان تشيكي كده على الزور يكون ما فيش اي بقايا من الزور او الحوصلة موجود في الحمامة وبتخسليه كويس جدا وبتصفي من الماء والحاجة البسيطة بقى اللي بقولك عليها دي اللي هي الحمام سنه صغير هتلاقي بتتكسر معاك بسهولة وبتطلع من غير اي مشكلة لكن لو الحمام عجوز شوية هتغلبك شوية على بال ما بتكسريها او ممكن تستخدمي او تستعيني بملقات كده اللي هو بتاع المطبخ بتكسريها بيه وتطلعيها بالشكل ده وبعد كده هنخلي بقى الجلد كده هنفصله على العظم بالشكل انتم شايفينه ده هتفصل ليه بالراحة خالص بصابعة كده صابعة كبيرة كده بتتزق بالراحة كده علشان ما تقطعيش الجلد بتاع الحمام طبعا بنتأكد ان الزور ما فيش فيه اي بقايا من من الحوصلة او من الزور وده شكل الحمام بعد ما اتفتحت شايفين ما شاء الله المجال واسع انه تتحط كمية رز اكبر وكمان اه الحمامة تبقى تاخد كمية رز كبيرة وكمان ما تفرقعش بسهولة منك في المياه هنعمل كمان واحدة عشان الفكرة دان بتضغط كده بالراحة على العظمة باديكي بكف اديكي وبتكسريها فبتطلع معاك بكل سهولة بالشكل ده كده بند مجال ان يكون فيه مكان للرز يتحط ويستوى من غير ما الحمامة تفرقع منك ان شاء الله وكمان خد بالك من المنطقة اللي تحت في الحمامة دي بيبقى فيها قطعة كده دايما ببقاش متشالح او لتشلال انها بتعمل زفرة في الحمام وطبعا بنغسل الحمام كويس وبننقعه في ملح ولمون وبتصفيه كويس وكده بيكون جاهز للحشو ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو واشوفكم على خير في فيديو جديد بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته